صحيفة الأوبزيرفر وهي صحيفة أسبوعية تصدر في الويكيند هنا مرتبطة بالجاردين يعني لحد ما اليسار في بريطانيا وش قالت الصحيفة هذه؟ قالت أن المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية قالوا أن إسرائيل تخرق القانون الدولي حسب ما كشف تسريب صوتي من حزب المحافظين وفي حديث لرئيسة اللجنة المختارة لشؤون خارجية في مجلس العموم أليشا كيرنز أثناء حملة تبرعات لحزب المحافظين يعني هي من الحزب الحاكم قالت أن النصيحة القانونية للحكومة تعني أنه يجب عليها التوقف حالا عن بيع الأسلحة لإسرائيل ونصحت ونصت النصيحة القانونية التي تلقتها الحكومة من محاميها على أن ترسل على أن إسرائيل خرقت القانون الدولي الإنساني في غزة وأن الحكومة البريطانية لم تعلن عن هذه النصيحة للرأي العام وذلك حسب تسجيل مسرب حصلت عليه الأوبزارفر وتظهر تصريحات كيرنز التي صدرت عنها في 13 مارس أنها على تناقض مع إنكار ومراوقة الحكومة للموضوع يعني أن هناك خصومة الآن داخل بريطانيا وداخل حزب المحافظين أيضا ما بين هذه السيدة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والرئيس الوزراء ووزير الخارجية اللي تسطروا على ما طلبوهم هنا طبعا مش العبث اللي عندنا حناك هنا يبقى تختلف معهم وتتفق معهم كين مؤسسات فالحكومة عندها محامين قانونيين هم اللي يقولوا لها ما يجب أن يفعل وما لا يفعل في كثير من القضايا الخارجية والداخلية بمعنى المستشارين المحامين وملزمين بالقانون لازم تسمع لهم واللي ما يسمع لهمش يقدر يدفع ثمن قالي وبالرغم من أن هؤلاء جزء من النظام السياسي إلا أنهم مستقلين عن رئيس الوزراء وعن الوزراء بمعنى ما همش رحين يديروا وش يقولهم تبون انتاحهم رحين يديروا وش يعتقدوا هو القانون فالمستشارين القانونيين للحكومة قالوا إن إسرائيل تخرق القانون الدولي خرجت هذه رئيس اللجنة قالت إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية بما أنه لم يخبر الشعب البريطاني بهذا فهذا خطأ وخطأ خطير جدا هذا الموضوع بكل تأكيد سيكون هنا موضوع خطير وستتلقف أيضا المعارضة وسيكون ونحن في سنة انتخابية أرجح الانتخابات ستكون في هذا العام أو في بداية العام القادم لكن مرجح جدا في هذا العام وهذا موضوع سيزيد من متاعب المحافظين ومتاعب رئيس الوزراء سوناك ولكنه في خدمة غزة وفي خدمة الحق لماذا يجب أن يخبر الشعب البريطاني ويتخذ مواقف لأن عندما يقولون أن بلد ما يرتكب أفعال خارج القانون الدولي قانونا هنا في هذه البلاد أوتوماتيكيا يوقفون بعض التعاملات معها أولها بيع الأسلحة من رغم أن بريطانيا لا تبيع أو على الأقل هذا وش قالوا قالوا أن هذا العام لم تبيع إلا 42 مليون جنيه وورق موصفه وزر الدفاع جراند شابيس بأنه صغير لكن يبقى عندما يصدر المحامين من أن دولة ما تخترق القانون الدولي على الحكومة أن توقف سواء كانت تبيع جنيه واحد أو تبيع مئة مليار جنيه من الأسلحة هذا هو القوانين اللي عندهم هنا وهذا سيتعب هذه الحكومة هنا في بريطانيا هذا الموضوع بالذات غزة إذ تتسلل لأنظمة الحكم العالمية للحكومات للأحزان للشعوب غزة إذ يظهر فيها من هو يقف مع الحق ومع المستضعفين ومن يقف مع الطغاة المتوحشين البرابرة غزة ستترك جراح عميقة للحكومات الغربية ستترك أنداب شديدة في الليبرالية الغربية ستعمق أزمة الغرب وأزمة الليبرالية الغربية خاصة وأنه واحد مثل ترمب حامل فاس ويهدم في النظام الغربي وآخرين مثل بوتين أو مثل رئيس الصيني أو يتربصون ويتدربون ويتحضرون لهدم الغرب فإذا بغزة جاءتهم كامتحان بدلاً يقفوا مع الحق مع القوانين الدولية اللي هم أنشأوها في الغالب تواطعت أكثر الأنظمة الغربية مع المتوحش الصهيوني وما زالت أكثر الأنظمة الغربية تدعمه بالسلاح صحيح كثير منهم تراجعوا على مستوى الخطاب أصبحوا ينتقدون ينددون هنا وهناك لكن إجمالاً غزة فضحت النفاق الغربي كما لم تفضحوا القضية من قبل إطلاقاً وجعلت غزة شعوب أكملها هنا في لندن خرجت مظاهرات بتقديرات تقول ربع مليون وتخيل أن كثير منهم كانوا صائمين يعني كان بعضهم مسلمين أو كثير منهم مسلمين ولكن كانوا أيضاً غير المسلمين ربع مليون نحن في الشهر السادس على نهايته مظاهرات في باريس مظاهرات في أستراليا مظاهرات في اليابان مظاهرات في الليلة المتحدة مظاهرات تقريباً في كل دول غربية غزة وماذا تفعل خلينا نوليكم فقط مقطع مثلاً هنا الأمن الأردني يعتقل ويسحى النساء من أمام صفارة إسرائيل موضوع الأول اللي كنا نتكلموا له هناك طباء أردني يتقدموا المظاهرة طبعاً تجنن الملك ومخابراته وأذنابه وأتباعه كلهم هذه الجماهير الأردنية أيضاً هنا تهتف بإسقاط اتفاق السلام إذا القضية تغيرت ولم تعد فقط الوقوف مع غزة إنما أصبحت تدعو إلى الإيطاحة بما يسمى اتفاق السلام اتفاق الخيانات اللي أقدمت عليه أنظمة التطبيع تمنع المساعد أيضاً أن يرسلي مقطع كم فرحت بهذا المقطع وهو خروج بعض إخواننا في ورقلة أعتقد كان ليلة البارحة أو ما قبلها من أجل غزة وهذا يعتبر ربما أهم خروج حول غزة لأن ما نحسبوه 19 أكتوبر هذا خرجته المخابرات وكان فقط من أجل تنفيذ الجزائري يريد المساعدة يبعث لي المقطع هذا أيضاً هذه مظاهرة لندن هذا تصوير جوي حوالي ربع مليون خرجوا هذا السبت هذه كلها في لندن هنا أمريكيون يتصدون لسفينة حربية أمريكية كانت تتجه لإسرائيل شوفوا يدخلوا للسفينة ويمنعوها أو يحاولوا منعها من البحار داخل الولايات المتحدة هذه مظاهرة في اليابان أمام محطات الخطارات هذه نابل في تونس هذه ألمانيا قمعت المتظاهرين البوليس الألماني يقمع مظاهرة في برلين هنا عودة إلى الشرطة الإسرائيلية واعتقال المواجهات العنيفة مع المتظاهرين سهاينة كانت مواجهة عنيفة وهذه ورقلة كم سعدت كم سعدت وأنا أرى هذه المظاهرة كانت يوم الجمعة بعد الإفطار على ضعف من إخواننا المنظمين لأنهم طبعا مقموعين لكن كان خروجا طيبا من ورقلة قلب الجنوب الجزائري حي الله حرار ورقلة أينما كانوا قيل لي أيضا أن خرجوا نساء في وهران لكن للأسف ما جانيش فيديو لكن قيل لي أن كانت هناك مجموعة نسوية خرجت في وهران وكم سعدت أيضا بذلك إنه واجب علينا يا إخواني هذا الخروج وهذا التظاهر من أجل غزة ومن أجل فلسطين أولا حتى يشعر إخواننا أن إخوان لهم طبعا كتب واحد خليني نبحث لكم على تغريدة كتبها حد الفلسطينيين ونقرها لكم كم تألمت وانا عندما قرأت حقيقة تألمت بالرغم أني عملت لها شير عملت لها بارتاج كما يقال إلا أني تألمت بشدة لأنه كتبها متألما هذا الفلسطيني كتبها متألما يقول فيه وهذه الآن شفوها أكثر من 699 ألف لمن يريد أن يرجع لهذا لن أعطي لكم حتى الأسم أسمه تامر بلد عربي هو الأحب على أهل غزة علمه لم يفارق لا مظاهرات ولا مسيرات ولا اعتصامات حدثت في غزة لا يختلف عليه شخصين في حب شعبه هو عشق أهل وفي حب شعبه أي عشق أهل غزة حب شعب الجزائري لأهل غزة واليوم لم نشاهد حتى مظاهرة واحدة تسير في شوارعها خيبة أمل وصدمة كبيرة عتاب الأخوة هذه التغريدة قام بالبرتاج تاحة حوالي 700 ألف أو بالمشاهدة تاحة البيو حوالي 700 ألف وقام بالبرتاج تاحة 756 والكوتس 209 والبوك ماركس 2027 واللايكس 1300 هذا فلسطيني يعبر عن ألم كيف لا يخرج الشعب الجزائري وأهل غزة وشعب غزة وشعب فلسطيني يحب هذا الشعب وهم يعرفون أن الشعب الجزائري يحبه آه لأنها لدينا عصابات منافقة إجرامية تحسب كل صيحة عليها تخشى أن يخرج الشعب الجزائري من أجل غزة فهم يشعرون بأنه سيكون ضدهم أو يخافون أن تخرج شعارات مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وستخرج هذه الشعارات ستخرج لماذا لماذا هذه الشعارات ستخرج وستعود شوف شوف وشوقع هنا شوف وشيقول أخونا هذا اللي زار والده راح هو أمه شقيقه زاروا والدهم أو زار والدهم والوالد عمره سبعة وستين سنة سبعة وستين سنة شوفوا شيقول قمت بزيارة والدي عبدالقادر سليماني صاحب سبعة وستين سنة والمتهم بالمادة سبعة وثمانين مكرر اليوم رفقة شقيقي ووالدتي بعد منعنا لأسابيع من زيارته حيث وجدناه في وضعية كارثية وعثار الضرب بادي على وجهه وأسنانه مكسورة وقدماه منتفخة وقدم منتفخة حيث أخبرنا أنه تعرض للضرب المبرح على وجهه وقاموا بدهسه على رأسه بالأرجل بطريقة جد مهينة كما قاموا بتجريده من ملابسه وتكبيل يديه والبسق على وجهه وضربه بدلوين من ماء المرحاض البارد والفلق كما تمت إهانته عن طريق السب والشتم وتهديد بعائلته كل هذا تم من قبل مدير ورئيس الاحتباس الجديد المدعو كريم بسجن البوليدة حي دريوش أي حنطوشة يناشد والدي كل من لديه ضمير حي أو ذر من الإنسانية من أجل إيصال الظلم الذي تعرض له الذي تعرض له يناشد الحقوقيين وأصحاب الضمائر الحية وإنصافه في السجن فالسجن يسلو بالحرية ولا يسلو بالكرامة والمعاملة الإنسانية وفي الآخير لا يسعني إلا أن نقول حسبي الله نعم الوكيل هذا ابن راح زار والده والوالد يسمى سليماني عبد القادر سليماني أمره 67 سنة وهاهي باختصار كيف وجدوا صهاينة الجزائر يقمعون ويقهرون حرار البلاد يعذبون داخل السجون يعتقلون بدون حق إبراهيم الإعلامي والأخ رياحي ومحمد بن حليمة ومحمد عبد الله ومصطفى قيرة وقاضي إحسان وقائمة طويلة طويلة جدا من الأحرار المعتقلين المسجونين وبعضهم يتعرض للتعذيب بل أن هناك من هو معتقل منذ أكثر من ثلاثين عام من تسعينات وبعضهم كان كتب في الحائط رأيه أو اتهموه ظلما منذ تسعينات كثيرين ماتوا داخل سجون الجنرالات المغفرة الإرهابية الذين سجنوا في التسعينات أكثرهم اليوم تجاوز الخمسين وبعضهم تجاوز الستين وبعضهم تجاوز السبعين كثيرين منهم فقدوا السمع بعضهم فقد البصر بعضهم فقد رجليه أو رجل قطعت رجل وما زالوا يعذبونهم داخل السجون ويكفي أن يقضي الإنسان تخيل ثلاثين سنة من عمرك عندما أسمع هذا الرقم أشعر بال فزع فأنا منذ حوالي ثلاثين سنة أحارب هذه العصابات أشعر أنها قرون مع أنني بحريتي مع أنني أقول ما أعتقد أنه الحق مع أنني لا أتوقف على مواجهة هؤلاء الطغات تخيل لره مقهور ومسجون ويعذب ومريض ومتعب ومرهق ويأتوا بعض الليفويو لديرنهم مسؤولين في السجون ويعذبونها هؤلاء الرجال هؤلاء الأحرار إنها مسؤوليتنا جميعا ومن فيش واحد عنده عذر ومن فيش واحد يقول ما نعرفش أن نواجه هذه العصابات على الأقل ليطلق صراح الأحرار سواء أحرار تسعينات أو أحرار الحرك موسيقى موسيقى موسيقى